واضاف مدبولي ان الحكومة سوف ترفع الاعفاء الضريبي هذا العام بحيث من يتقاضى 2500 جنيه شهريا كراتب لا يدفع الضرائب من المقرر ان شاء الله خلال هذا العام ايضا ان احنا نرفع حد الاعفاء الضريبي لكل العاملين في الدولة سواء في القطاع الحكومي او القطاع الخاص بحيث ان المواطن اللي دخله مرتبوا 2500 جنيه شهريا ما يدفعش ضرائب بدل ما هو حاليا بيبقى فقط اللي عنده اللي هو مرتبه 2000 جنيه هو لا ما يدفعش فاحنا ان شاء الله مع الاجراءات التشريعية اللي هتكتمل حيبقى بيزيد حد الاعفاء الضريبي بدل ما يبقى 2000 جنيه يبقى 2500 جنيه شهريا ما يدفعش فيها ضرائب خالص المواطن وبالتالي ده كله بيتيح مرة اخرى قلية للتسيير على المواطنين الحقيقة في مجال توفير السلعة الاساسية ومع كل الازمات الغير مسبوك اللي حراكم شايفينها والارتفاع الغير مسبوك في اسعار كل السلعة الدولة المصرية بتبزل جهد غير عادي في تأمين ان يكون عندنا احتياطي استراتيجي من كل السلعة الاساسية في حدود متوسط ستة اشهر ودل الحمد لله بفضل الله وكرمه قادرين ان احنا نحققه حتى في ظل كل هذه التحديات الغير مسبوكة وارتفاع سعر هذه السلعة سواء الامح زيت الطعام كل السلعة الرئيسية عندنا ولله الحمد في هذه اللحظة وانا بتكلم مع حضراتكم متوسط ستة اشهر مخزون استراتيجي وبالتالي ده بيؤمن الدولة اي نوع من انا اسف الازمات اللي ممكن تحصل على الاقل بنبقى ضمنين ان لدينا احتياجاتنا وبنشتغل دايما على ان هذا المخزون اللي هو ستة اشهر لا يقل باي حال من الاحوال خلال الفترة القادمة اشتركوا في القناة